بسم الله الرحمن الرحيم نكمل الكلام على الميتابوليزم والخطوة ورقم ثلاثة اللي هي الكريبس سايكل أو سيتريك أسيد سايكل سيتريك أسيد سايكل دورة حمض السيتريك أو دورة كريبس الخطوة ورقم اتنين اللي وإحنا جاهزنا فيها وحولنا البيروبيت لأسيتات على هيئة أسيتايل كونزيم A يبقى أنا عند دلوقتي فيه أسيتك أسيد الخطوة دي أول خطوة خالص بيبقى فيه مركب موجود داخل الماتريكس اسمه يحصل تفاعل ما بين يعني مع الأربعة ساي يوم يتكون اللي هو عشان كده بيسموها دورة حمض السيتريك لأنا ده أول حمض بتكون يبقى أنا عند دلوقتي اتنين ساي اللي هما مع الأسيتات اللي هو أربعة ساي هيديك السيطر كأسي الشيك طيب الكربون دوكسايد is enzymatically released this occur in the matrix of the mitochondria إحنا قلنا الخطوة الأولينية الخطوة الثانية اللي هو البربراتر الريأكشن قلنا نيه عبارة عن يعني بتنزع الكربون اللي كان موجود في البيروبيت عشان كده بقى في الفاضل بس اتنين كربونة اللي هما الأسيتيت ده بيختصر برضو بعد ما اضيف اللي اتنين دول مع بعض يتكون الستة سي بعد كده بتنزع الكربونة الموجودة دي بو خمسة سي بعد كده بتنزع تاني الكربونة دي بأربعة سي رجعت تاني لأربعة سي زي مكان الخطوة دي والخطوة دي كل الخطوات داخل الكريبس سايكل بتتم مبسط انزيمز عشان كده ده بسموه انزيماتيك دي كاربوكسيليشن عملية برضو نزع للكربون على هيئة انطلع طبعا ترامل الكربون من اول ما يكسر يطعن هيئة سانوكسيد الكربون يبقى دي برضو خطوة زي اللي فاتت خبالش دي عبارة عن دي كاربوكسيليشن بتتم في الماتريكس يبقى انا عندي الاسطيال كونزيم ايه احنا قلنا نتكلم على انه واحد بس جزيء واحد من الاسطيال كونزيم ايه محتاج تلاتة ناد ايج تلاتة ناد بلس دول فري محتاج سيكس هيدروجين الناتج بتاعه هيبقى تلاتة ناد ايج توي يبقى ده في الوان تيرن لو دورة كريبس دي دورة واحدة دورة واحدة هيديك ايه طبعا لي دور دور كريبس جزيء من الاسطيال كونزيم ايه جزيء واحد من الاسطيال كونزيم ايه يبقى الناتج عندك تلاتة ناد ايج هيطلع منه كام اتنين كاربون داوكسايد واللي بالك هنبقول في الوان تيرن طيب محتاج انت وان فاد بلس ده كارير ليه الهيدروجين برضو مش موجود في الكريبس سايكل عشان يديك اتنين هيديك واحد فاد اه اتش تو طيب محتاج كمان واحد اي دي بي ويطلع الهيد واحد اي تي بي يبقى لو انا عندي اتنين من اسطر كونزيم ايه يبقى الناتج ايه لو فيوا تيرن لو دورة كريبس دي دارة مرتين طيب عندك سكس ناد ايج تو عندك اربعة كاربون داوكسايد عندك اتنين ايتي بي وعندك اتنين فاد ايج تو دا امبلوخص عنها طيب ده الانبوت وده دورة كريبس اللي انت شايفها دي عبارة عن دورة واحدة هتدور دورة واحدة طيب انا عندي داخل في دورة كريبس ايه اول حاجة الهو الاسط phenomenal enzyme A اللي هو ايطين كربون سيتيك أسيد هيتفعل مع مين؟ مع المركب اللي قلت لك عليه اسمه الأجزالو أجزالو أسيتيت واربعة سي يكون إيه؟ يكون الستة سي اللي هو السيترك أسيد ده حمد السيتريك وانس إن هو تكون حمد السيتريك ده يبدأ على طول عملية تكسير الكربون ونزع الكربون الموجول قلنا لما يتكسر الرابط يطلع هيدروجين وإلكترون ففي الحالة دي هيطلع لك ADB1 هيطلع لك A1 هيطلع لك A1 هيطلع لك A1 هيتكسر هنا هيبقى محتاج free not هيطلع لك 3 عايز 1 فاد هيديك A Fad H2 وطبعا الاتين كربونة دي لما تكسر بتطلع لها A carbon dioxide يبقى عندك 2 carbon dioxide يبقى في في دورة واحدة بس يطلع لك 2 carbon dioxide يطلع لك 1 A1 3 H2 and 1 فاد اتش دو. طب لو انا عندي الوقتي دورة دي هتديك ايه? هتدور مرتين لكل جزيء جلوكوز يبقى لو عندي جزيء جلوكوز واحد كده هتديك اتنين بيروفيد. والاتنين بيروفيد دول هيتحول يبقوا كم اتنين اسيتيت او اتنين اسيتيت ايه. يبقى دورة تدور كم دورة هتدور دورتين في الجزيء الايه الجلوكوز الواحد. وبالتالي يبقى الناتج ده يتضرب في اتنين يبقى عندك اربعة اه كربون داوكسيد عندك اتنين ايتي بي عندك سيكس ناد ايج وعندك اتنين فاد ايج دو. بعدك ريبس السيكل ذات انتو تيرنس في الدورتين برجوز سيكس ناد ايج دو انتو فاد ايج دو انتو ايتي بي انفور كربون داوكسيد ميليكولز. ده اه اللي بشكل الموضوع ده بيضرح دك في الون تيرن عندك ايه سري ناد ايج وان فاد ايج وان فاد ايج او تطلع طبعا اتنين كربون داوكسيد. ده لو كن عندك جزيء واحد وطبعا الجلوكوز بيدي اتنين بروفيت. والاتنين بروفيت هيديك اتنين اسطر كونزيم ايه. وبالتالي يبقى دور الكريبس الدور مرتين يبقى الناتج ده اربعة كربون داوكسيد 6 ناد ايج 2 ايتي بي عن 2 فاد ايج 2. خطوة هي الخطوة للبربراتر الوحيدة اللي لا تنتق ايتي بي. بيدي الخطوة الوحيدة اللي لا تنتق ايتي بي تدك ناد ايج تدك اصطل كونزيم ايه تدك كربون داوكسيد لكن ما فيش ايتي بي. الكربون داوكسيد طبعا ايز وست بروضكت عمليتي الزفير. يبقى القلوكوز المدر الغذائي ايه تطلع من جسمك علاية انه سيناكسود الكربون و مية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاتي.